الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على دربه إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام حياكم الله جميعا في برنامج حقائق إسلامية إن شاء الله نتناول اليوم شبهة عن مسألة نفي إعجاز القرآن في إخباره عن قضية النجوم الخانسة الكنسة هذه القضية من ينكرها أيها الكرام هو في الحقيقة يريد قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ومسألة الإعجاز العلمي في القرآن هي من المسائل المهمة جدا مش هنقول التي تدلل على صحة القرآن فالقرآن لا يحتاج إلى دليل وإنما هي تثبت للناس الآن مدى الإعجاز الذي تحدى الله تعالى به القرآن وهذا يثبت صلاحية القرآن لكل زمان ومكان سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق طيب إيه حكاية بقى الشبهة المعانا قالوا مسألة النجوم الخانسة هذه يقال خنس الشيء أي اختبأ وهذه قيلت في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كانوا يقولون الغزالة خنست أو الضب خنس إذا اختبأ في القحر فإيه علاقة بقى ما هي العلاقة بين هذا الذي يختبئ المخلوق من الحيوانات يختبئ في جحر أو في مكان بقضية النجوم والأفلاك ولم يرى أحد هذا الكلام ليأتي لنا علماء الفلك الآن في واقعنا المعاصر وفي يعني سبحان الله في القرن العشرين سبحان الله تقام أبحاث لتدلل على أن هناك نجوم تكون كبيرة جدا في الحجم يعني سبحان الله يقال أنها أكبر من الشمس ممكن بعشر أضعاف هذه النجوم تسبح في كون الله تبارك وتعالى وتتضخم فالنجوم مثل الإنسان سبحان الله يكون صغيرا ثم بعد ذلك يكبر ويكبر ويكبر إلى أن يتوفى فهذه النجوم تكبر وتتضخم في الكون وتسير في المجرات فتأخذ كل ما تقابله لدرجة أن في عالم أمريكي قام بحثا وقال وسموا النجوم الكبيرة دي بأنها الثقوب السوداء حضرتك ممكن تدخل تعمل بحث على الإنترنت أو ما شبه ذلك من وسائل المعرفة وتتبحر أكثر في هذه القضية إنما نحن نشير الآن إلى إشارات بسيطة جدا للرد على هذه الشبهة يقولون بأنه شيء كائن غريب كبير جدا في الفضاء يعرف بالثقوب السوداء هذه التكنس سبحان الله العظيم تكنس كل الفضاء عملية تنظيف داخلي تلقائي سبحان الله كما إن العين لها عملية تنظيف وإعداد والكليا وكذا في جسمك أنت فالكون كذلك في يعني كائنات لا يعلم حجمها وجرمها إلا الله سبحانه وتعالى فقالوا إن هذه النجوم اللي العلماء بيقولوا عليها الثقوب السوداء الله تعالى ذكرها بأنها فلا أقسم بالخنس أنها خانسة يختبئ فيها كثير من المخلوقات الجوار الكنس أنها تجري في الكون تجري في كون الله تعالى بقدر الله تعالى فتكنس كل ما أمامها حتى تقوم بعملية التنظيف ليأتي هذا العالم الأمريكي في القرن العشرين ويقول إنه هناك بنفس اللفظ وطبعا هو لم يقرأ في القرآن ولم يعلم أن كتاب المسلمين في أكثر من 1400 سنة ذكر هذا المصطلح بنفس الإسم قال إن هناك مخلوقات في الكون تكنس كل ما تجده أمامها لتفعل عملية تنظيف تلقائي ذاتي في الكون سبحان الله فعندما يسمع هذا قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس نثبت نحن أن ما أراده الله تعالى في هاتين الآياتين لم تكن غزالة ولم يكن ضبا كما ادعى المدعون وإنما قصد الله تعالى به النجوم التي تكون في السماء والتي سبق بعلم الله تبارك وتعالى أنه سيأتي زمان على الناس يكتشفون فيها هذا الإعجاز فسبحان من هذا كلامه وسبحان من هذا خلقه نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعونا أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر